سلمية، 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 سلمية خرجوا بسلمية رافعين مطالب ترتبطوا بظروف معيشية أفضل في الخامس والعشرين من يناير في 2011 لبت مجموعات كبيرة من الشباب دعوات التظاهر انطلاق الدعوات للنزول للشارع قبلها بأيام لم ينفي العفوية التي دفعت الكثيرين للانضمام لها في البداية رفضت بعض القوى السياسية المشاركة جماعة الإخوان المسلمين كانت من بين هؤلاء فأعلنت في بيان رسمي قبل تظاهرات بخمسة أيام عن عدم النية في المشاركة متقدمة للحكومة بمجموعة مطالب معظمها كان بعيدا عن شعار الدعوات وقتها لكن المطامع السياسية لم تقف بعيدة عن المشهد وقتا طويل نزول الألاف بشكل غير مخطط استغلته الجماعة وحاولت تصدر المشهد فانحرفت التظاهرات عن سلميتها إلى أعمال عنف وشغب وعمة الفوضى البلاد نهج العنف برز على أيدي الجماعة في وقائع متعددة وسط اتهامات لها بنشر قناصة على أسطح المباني المحيطة بميدان التحرير خلال التظاهرات وبعد رحيل نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك أعلن الإخوان اتفاقهم مع القوى السياسية على المشاركة في الحكم للمغالبة وعد سرعان ما تراجعوا عنه بعد حصولهم على الأغلبية داخل البرلمان وسعيهم للفوز بكرسي الرئاسة رغم تعهداتهم بعدم الترشح على هذا المنصب فاستخدموا الشارع في الضغط على المجلس العسكري في الموافقة على مطالبهم من خلال حجد أنصارهم في ميدان التحرير في جمع أطلقوا عليها أسماء مرتبطة بشعارات دينية وحتى في الانتخابات الرئاسية وبعد وصول مرشحهم الاحتياطي محمد مرسي لجولة الإعادة أقنع الإخوان القوى السياسية التي شاركت في الخامس والعشرين من يناير بدعمهم بدعوى أن مرسي يمثل الثورة وهو الزعم الذي ثبت بطلانه بعد ذلك إثر محاولة الجماعة السيطرة على كل مفاصل الدولة ومؤسساتها وما أن بدأت القوى السياسية في الاستفاقة والتصدي لمخططات الجماعة عاد الإخوان مجددا إلى نهج العنف في التصدي لمعارديهم ولعل أحداث الاتحادية الشاهد الأبرز ومع تصاعد الرفض الشعبي وانضمام الجيش للشعب في مطالبه برحيل مرسي لم تقبل الجماعة وزادت من وطيرة العنف واستخدمت سلاح التهديد والترويع هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في السانية التي يعلن فيها العنف فتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب واليوم بعد مرور خمس سنوات كانت كفيلة بتغيير الكثير في المشهد المصري لا يزال الإخوان على نهجهم فنشر أحد رموز شباب الجماعة مقطع فيديو منذ أيام تحدث فيه عن ركن الإرهاب داخل الإخوان المسلمين على حد تعبيره مشكلة الإخوان أنهم ما كانوش إرهابيين بالقدر الكافي اللي قدروا يحموا بيه فكرتهم الأصلية الشيء اللي أنا وكتير من الإخوان دلوقتي منحاول نصلحه جوا الجماعة عشان ترجع ركن الإرهاب تاني لدعوتها هذا الحديث تزامن مع دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للحجد والتظاهر في ذكرى الخامس والعشرين من يناير دعوات قابلتها السلطات باستعدادات واستنفار أمني كبير تحسبا لأي محاولة لجر البلاد إلى العنف ترجمة نانسي قنقر